بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم حياكم الله طلابنا وطالباتنا حياكم الله في هذا اليوم الجميل والرائع والذين نتعرف وإياكم فيه حول التغيرات الكيميائية تعرفنا في درسنا الماضي عزيزي الطالب وعزيزتي الطالبة عبر نشاط الاستقصائي كيف يمكن أن يتأثر السلك النحاسي من عملية التغير الحاصلة له عندما قمنا بقياس الكتلة وكذلك مشاهدة التغيرات الحاصلة لذلك السلك اليوم بإذن الله سوف نتعرف أكثر على هذه التغيرات الكيميائية إذن كما تشاهدون أمامكم عنوان درسنا كما تشاهدون ما التغيرات الكيميائية ننطلق عزيزي الطالب وعزيزتي الطالبة لنقرأ ونتعلم المزيد حول كيف أو حول هذا السؤال الأساسي كيف تتغير المادة كيميائيا كيف للمادة أن تتغير كيميائيا لدينا عدد من المفردات سوف نتعرف في درسنا لهذا اليوم على التغير الفيزيائي أو التغيرات الفيزيائية وعلى بعض المفردات منها التغير الكيميائي وكذلك المزيد من المفردات كالمواد المتفاعلة والمواد الناتجة والمعادلة الكيميائية بينما بقية المفردات سوف نتعرف عليها بإذن الله تعالى في دروس قادمة كالتفاعل المصر للطاقة وكذلك التفاعل الطارد للطاقة عبر مهارة قراءة عزيزي الطالب وعزيزتي الطالبة سوف نضع الأسباب والنتائج التي تدعو لهذه الأسباب وسوف يكون لدينا سؤال في ختام درسنا حول هذه المهارة السبب والنتيجة كيف يكون أو كيف تكون هذه الأسباب وما هي النتائج التي حصلت من خلال هذه الأسباب تعرفنا سابقا عزيزي الطالب وعزيزتي الطالبة في فصول سابقة ودروس سابقة أن التغيرات الفيزيائية لا ينتج عنها مواد جديدة تبقى المادة على حالتها الأصلية بنفس خصائصها بنفس صفاتها لذلك عندما نقوم بخلط السكر مع الماء سوف يغير بعض الخصائص الفيزيائية لكلتا الماء مادتين ولكن تبقى هذه الخصائص تبقى هناك مواد نفس المواد ولا يتكون هناك أو لا تتكون هناك مواد جديدة حتى بعد عملية الخلط وهذا ما تعرفنا عليه سابقا حول التغيرات الفيزيائية إذن ما هي التغيرات الفيزيائية؟ التغيرات الفيزيائية عزيزي الطالب وعزيزتي الطالبة هي التغيرات التي لا تنتج مواد جديدة وتبقى المادة على حالتها الأصلية هناك تساؤل كيف تتكون المواد الجديدة؟ إذن هناك مواد جديدة تتكون في الكون بطريقة بطرق متنوعة إذن ما الأسباب التي دعت إلى تكوين مواد جديدة لاحظ أننا قمنا بإضافة السكر أو الملح إلى الماء بقيت خصائص الملح كما كانت بقيت خصائص الماء كما كانت حتى بعد عملية الخلط ولكن كيف يمكن للمواد الجديدة أن تتكون هذا ما سوف نتعرف عليه يكون ذلك عبر ما نسميه بالذرات حيث تتكون المواد من ما نسميه بالذرات الذرات عزيزي الطالب وعزيزة الطالبة تكون مرتبطة معا عندما ترتبط ذرات مع ذرات أخرى سوف يكون ما نسميه بالروابط الكيميائية أو الرابطة الكيميائية هذه الرابطة الكيميائية سوف تقوم بتغيير من تركيب هذه الذرات عندما كانت قبل عملية الخلط أو التفاعل فالرابط الكيميائية قوة تجعل الذرات تترابط معا هذه الروابط الكيميائية هي أحد الأنواع القوة ولكنها تجعل الذرات ترتبط بطريقة أخرى معا لتكون مواد جديدة تكوين هذه الروابط أو تفكيكها سوف يغير من الخصائص الكيميائية للمادة لن تبقى المادة على حالتها الأصلية لن تبقى خصائص تلك المادة على حالتها الأصلية هناك حالة جديدة بخصائص جديدة لهذه المادة هناك أمثلة كذلك على هذه التغييرات الكيميائية في حياتنا اليومية من هذه الأمثلة مادة الفحم تتكون مادة الفحم من ذرات الكربون المترابطة بطبيعة الحال نعلم أن الفحم هو عبارة عن ذرات من الكربون والتي تكون مترابطة معا ولكن عندما يحترق الفحم ماذا يحدث؟ عندما يحترق الفحم سوف تتفكك هذه الروابط بين ذرات الكربون لهذا الفحم ليكون هناك ذرات من الأكسجين وجزيئات الأكسجين التي ترتبط مع ذرات الكربون لتكون جزيئات جزيدة من مكون جديد وهو ثاني أكسيد الكربون وثاني أكسيد الكربون يختلف تماما عن الكربون ويختلف كذلك عن الأكسجين وبالتالي الخصائص لهذا المكون الجديد وهو ثاني أكسيد الكربون تختلف تماما عن خصائص كل من الكربون والأكسجين بتركيبه، بذراته، بمكوناته، بترابط أو بالروابط الكيميائية بين هذا المكون الجديد إذن ماذا نعلي بالتغير الكيميائي؟ التغير الكيميائي عزيزي الطالب وعزيزتي الطالبة هو تغير ينتج عنه مواد جديدة لها خصائص كيميائية تختلف في خصائص المواد الأصلية أو عن خصائص المواد الأصلية إذن ما الفرق بين التغير الكيميائي والتغير الفيزيائي؟ أحسنتم، التغير الكيميائي تغير ينتج عنه مواد جديدة التغير الفيزيائي تغير لا ينتج عنه مواد جديدة تبقى المادة على حالها أو على حالتها الأصلية بخصائصها بصيفاتها هنا تكون مواد جديدة هذه المواد لها خصائص كيميائية تختلف عن تلك المواد المكونة لهذا التفاعل أو لهذا المواد المتفاعلة شاهد معي هذا التغير الكيميائي لهذا الشكل والذي تعرفنا عليه في المثال السابق تلاحظ هنا أن الدوائر باللون الأسود الذي تشاهدها أمامك هي الدوائر تمثل ذرات الكربون بينما الدوائر باللون الأحمر كما تشاهد هذه تمثل جزيئات الأكسجين ماذا يحدث عندما نقوم بإشعال النار؟ عندما نشعل النار عزيزي الطالب وعزيزتي الطالبة سوف ترتبط كما تشاهد معا أو ترتبط ذرة كربون واحدة بذرتي أكسجين لاحظ ذرة كربون بذرتي أكسجين لتكون ما نسميه بثاني أكسيد الكربون والذي يرمز له بالرمز CO2 وهذا هو ثاني أكسيد الكربون ثاني أكسيد الكربون هو يختلف في خصائصه عن الأكسجين ويختلف في خصائصه عن الكربون هو لا يتشابه مع الأكسجين أو لا يشبه الأكسجين ولا يشبه الكربون وبالتالي له خصائص جديدة تختلف تماما عن خصائص المادة الأصرية الأكسجين أو الكربون فعندما يحترق الفحم النباتي تتكون روابط كيميائية جديدة بين ذرات الكربون والأكسجين وذلك ينتج جزيئات غاز نسميه ثاني أكسيد الكربون والذي يرمز له بالرمز CO2 يمكن أن نلاحظ علامات لهذه التغيرات الكيميائية من هذه العلامات عزيزي الطالب وعزيزتي الطالبة على حدوث هذا التغير الكيميائي تغير اللون تغير اللون يعتبر أحد العلامات التي تبين أن هناك تغير كيميائي حصل للمادة كذلك عزيزي الطالب وعزيزتي الطالبة لدينا كذلك مثال آخر أو دليل آخر على تكون التفاعلات والتغيرات الكيميائية هو تصاعد الغازات فعندما تتصاعد الغازات فنشير إلى أن هناك تغير كيميائي حدث لهذه المادة كذلك من الدلائل على وجود تغير كيميائي انطلاق الحرارة ارتفاع درجة الحرارة انخفاض درجة الحرارة هذا دليل على أن هناك تغير كيميائي حصل للمادة وأخيرا عزيزي الطالب وعزيزتي الطالبة تكون الضوء أو مشاهدة الضوء مشاهدة وميض هذا كذلك يعتبر دليلا على حدوث تغير كيميائي إذن ما هي الأدلة التي تشير إلى حدوث تغير كيميائي؟ الأدلة هي تغير اللون، تصاعد الغازات، انخفاض ورتفاع درجة الحرارة وكذلك الضوء هذه العلمات قد لا تظهر دون حدوث أو بعض هذه العلمات قد تظهر دون حدوث تغيرات كيميائية من ذلك قد يتغير لون الماء عند إضافة ملونات الطعام تغير اللون في هذه الحالة قد لا يدل على حدوث تغير كيميائي كما تعرفنا سابقا بعض التغيرات الفيزيائية قد تسبب أو قد يسبب ذلك فيها تغير اللون ولكن هناك تغيرات تبين أو بعض الدلائل التي تبين حدوث تغيرات كيميائية كما نشاهد أمامنا عبر هذه الأمثلة كما ذكرنا لكم تغير اللون في هذه الحالة لا يدل على حدوث تغير كيميائي لأنه ربما يكون ملون الطعام والماء خليط وبالتالي هو يعتبر بذلك تغير فيزيائي ويمكن أن نفصل بذلك اللون عن الماء وذلك بعملية التبخر والتقطير وغيرها لذلك ننوه أن هذه الدلائل ليست دلائل أساسية في وجود تغيرات كيميائية ولكن هناك دلائل أخرى تشير إلى حدوث التغير الكيميائي كوجود أكثر من دليل على ذلك يدل على أن هناك تغير كيميائي حاصل كيف يمكننا وصف هذه التغيرات الكيميائية؟ لنصف هذه التغيرات الكيميائية عزيزي الطالب وعزيزتي الطالبة لا بد أن نتعرف على التغيرات الكيميائية التي تطرأ في حياتنا اليومية هذه التغيرات تمكن أجسامنا من القيام بوظائفها كذلك تزود أجسامنا ووسائل المواصلات بالطاقة اللازمة لتحريكها مثلا تغير لون أوراق الشجر وخبز العجين وقلي البيض هذه تعتبر تغيرات كيميائية تغير لون الشجر، خبز العجين، قلي البيض، هضم الطعام جميع هذه التغيرات تعتبر تغيرات كيميائية موجودة في حياتنا اليومية إذ أننا في عملية خبز العجين لا يمكن إعادة العجين كما كان في قلي البيض، في هضم الطعام تتكون مواد جديدة تختلف تماما عن المواد الأصلية التي تم إدخالها في هذا التفاعل كيف يمكن أن نصف هذه التغيرات الكيميائية؟ نستطيع وصف هذه التغيرات الكيميائية بما نسميه بمصطلح التفاعل الكيميائي مصطلح التفاعل الكيميائي يعبر عن تلك التغيرات الكيميائية بطريقة سهلة يتكون التفاعل الكيميائي، عزيزي الطالب وعزيزتي الطالبة، من جزئين؟ الجزء أو مواد موجودة قبل حدوث التغير الكيميائي هذه نسميها بالمواد المتفاعلة هذه المواد التي تشاهدها أمامك في التفاعل السابق حول تفاعل الأكسجين مع الكربون هذا نسميه بالمواد المتفاعلة بينما المواد التي تنتج من التغير الكيميائي نسميها بالمواد الناتجة ثاني أكسيد الكربون في المثال السابق يعتبر مادة ناتجة وبالتالي هذا يكون في رأس السهم إذن ينصف التفاعل الكيميائي بصورة رمزية باستخدام المعادلات الكيميائية كما تشاهدون أمامكم في هذه المعادلة كما ذكرنا سابقا أن هناك تفاعل بين الكربون والأكسجين وهذا كون لدينا غاز نسميه ثاني أكسيد الكربون وبالتالي هذا يعتبر طريقة لوصف التفاعل الكيميائية أو التغيرات الكيميائية نستعمل المعادلات الكيميائية عزيزي الطالب وعزيزي الطالبة فيها بالحروف والأرقام للدلالة على المواد المتفاعلة وكذلك المواد الناتجة التي يعبر عنها ذلك التفاعل الكيميائي يفصل كما تشاهدون أمامكم السهم في المعادلة الكيميائية بين المواد المتفاعلة وكذلك المواد الناتجة المواد المتفاعلة تكون جهة ذيل السهم في هذه المنطقة بينما المواد الناتجة تكون في رأس السهم في هذه المنطقة كما تشاهدون أمامكم كما تلاحظون عزيزي الطالب وعزيزي الطالبة أن الذرات نفسها في هذه التفاعلات الكيميائية هي موجودة في جانبي السهم لتلاحظ أن الذرات الموجودة في المواد المتفاعلة متساوية مع الذرات الموجودة في المواد الناتجة لاحظ أن هناك أربع ذرات في المواد المتفاعلة لماذا؟ لأن 2 ضرب 2 يساوي 4 كذلك هناك 4 ذرات من الهيدروجين في المواد الناتجة لماذا؟ لأن هناك 2 ضرب 2 يساوي 4 كذلك هناك ذرتان من الأكسوجين في المواد المتفاعلة وهما نفسهما ذرتان كما تشاهدون أمامكم من الأكسوجين في المواد الناتجة وبالتالي ذلك يعتبر تساويا للذرات بين المواد المتفاعلة والمواد الناتجة تتكون المواد المتفاعلة عزيزي الطالب وعزيزة الطالبة والمواد الناتجة من ذرات العناصر لنفسها ولكن بطريقة أعيد فيها ترتيبها وطريقة ترابطها هناك ذرات متساوية لكل عنصر على جانبي السهم كما تشاهدون أمامكم هذا يعني أن المعادلة الكيميائية نسميها معادلة موزونة لماذا؟ لأنها يتم هناك أو تكون عدد الذرات في المواد المتفاعلة متساوية لعدد الذرات في المواد الناتجة يطلق أو يطلق العلماء على هذا القانون بقانون حفظ الكتلة لماذا؟ لأن الذرات في المواد المتفاعلة تتساوى مع الذرات في المواد الناتجة هذا القانون يقول أن الطاقة أو المادة لا تفنى ولا تستحدث خلال التفاعل الكيميائي وإنما هي تتحول من شكل إلى شكل آخر من ترابط إلى ترابط آخر بين هذه الذرات إذن جميع الذرات الموجودة قبل التفاعل هي نفسها موجودة بعد عملية التفاعل ولكنها ارتبطت مع ذرات أخرى بطرق مختلفة أو انفصلت عنها لتكون مواد جديدة تختلف عن المواد المتفاعلة لاحظ معي لدينا كما تشاهدون أمامكم ذرتين من الصوديوم مع ذرتين أو مع جزئين من الماء كما تلاحظون أمامكم كون لدينا جزئ من الهيدروجين مع جزئين من مادة نسميها بهيدروكسيد الصوديوم تلاحظ عزيزي الطالب وعزيزتي الطالبة أن عدد الذرات هو نفسها في المواد المتفاعلة والمواد الناتجة لاحظ أن الصوديوم يحتوي هنا على ذرتين كذلك هنا يحتوي الصوديوم على ذرتين كما تشاهدون أمامكم الماء أو الهيدروجين تلاحظ أنه أربعة هنا هيدروجين كذلك هنا إثنان في إثنان هما أربعة الأكسوجين هنا إثنان كما تشاهدون وهنا إثنان كما تشاهدون كما تلاحظون إذن نفس عدد الذرات ولكنها غيرت من ترتيبها في المواد الناتجة لاحظ معي هذه الصورة أريد منك أن تقرأ الصورة وتبين ما بعض الدلائل التي تشير إلى التغير الكيميائي في هذه الصورة أرشدك إلى الدلائل التي تراها بحيث تكون مواد جديدة أحسنتم إذن نقول أن الدلائل هو وجود لها دل على وجود نواتج التفاعل عبر طاقة ضوئية وطاقة حرارية أدت إلى تكوين هذا التفاعل إذن كما تشاهدون أمامكم هذا التفاعل الذي سبق أن تعرفنا عليه عندما نضع الماء مع الصوديوم وبالتالي يكون لدينا هيدروكسيت الصوديوم وكذلك غاز الهيدروجين الذي تشاهدونه أمامكم تتكون الروابط كما ذكرنا لكم من بنسب محددة فعندما يرتبط مثلاً الهيدروجين والأكسوجين يكونان الماء فالنسبة هذه تكون محددة لتكوين هذا المركب إذن هناك ذرتين من الهيدروجين ترتبط مع ذرة أكسوجين واحدة بنسبة 2 إلى 1 لاحظ 2 من الهيدروجين مع 1 من الأكسوجين وبالتالي تكون هذه النسبة ثابتة ما نسبة ذرات الكربون سي إلى ذرات الأكسوجين في جزي ثاني أكسيد الكربون؟ سؤال موجه لكم طلابنا وطالباتنا ما نسبة ذرات الكربون سي إلى ذرات الأكسوجين أو في جزي ثاني أكسيد الكربون؟ أحسنتم إذن نقول هي ذرة واحدة من الكربون مقابل ذرتين من الأكسجين ننطلق إلى سؤال اختبر نفسي وهو سؤال السبب والنتيجة في المعادلة الكيميائية ماذا يظهر جهة ذيل السهم وجهة رأس السهم أحسنتم إذن نقول في جهة أو المواد المتفاعلة تظهر في جهة ذيل السهم بينما المواد الناتجة تظهر في جهة رأس السهم سؤال التفكير الناقض إذا كانت المواد المتفاعلة في التغيير الكيميائي تحتوي على ثلاث عناصر فماذا يمكن أن تتوقع للمواد الناتجة؟ المواد المتفاعلة فيها ثلاث عناصر ماذا يمكن أن يحدث للمواد الناتجة؟ أحسنتم بالتأكيد سوف يكون هناك نفس المواد أو نفس العناصر في المواد الناتجة ولكن باختلاف هذه الذرات ومواقعها نقتتم درسنا عزيزي الطالب وعزيزي الطالبة بالتعريب الروابط الكيميائية وقلنا أن الروابط الكيميائية هي قوة تجعل الذرات ترتبط معا ولدينا أمثلة كالفحم عندما يرتبط مع ذرات الأكسوجين بعد تفاعله وذكرنا أن أهم الدلائل التي تشير إلى حدوث تفاعل كيميائي تغير اللون وتصاعد الغزات وصماع الصوت وربما انطلاق الحرارة أو حتى مشاهدة الضوء أخيرا تعرفنا على أمثلة التغيرات الكيميائية كقيام الجسم بالوظائف تزويد وسائل المواصلات بالطاقة تغير لون الأوراق الشجر والطهي وهضم الطعام تعرفنا على مكونات التفاعل الكيميائي وقلنا للتفاعل الكيميائي مكونا ما يكون في ذيل السهم والتي نسميها بالمواد المتفاعلة ما يكون في رأس السهم والذي نسميه بالمواد الناتجة إلى هنا وصلنا وإياكم إلى ختام درسنا لهذا اليوم حتى نلقاكم في درس قادم نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته